ثالث سفير بريطاني وثالث مبعوث أممي هو بريطاني أيضاً أمر قد يبدو من قبيل المصادفة ولكنها من نوع المصادفات المقصودة في سياق الأحداث التي يشهدها اليمن الذي ارتبطت به بريطانيا لأكثر من قرن ونيف من الزمن في أول تصريح صحفي للسفير البريطاني الجديد لدى اليمن ميكل أورون حرص على تذكير الغرب بأسباب بداية الحرب في اليمن والمتمثلة في انقلاب طرف يمني وصفه بالصغير على الدولة لكن السفير البريطاني مثله مثل بقية سفراء الدول الغربية لا يرون هذه الجماعة المسلحة الصغيرة التي أغرقت اليمن في حرب قتلت آلاف المدنيين وشردت الملايين سوى جماعة مذهبية وليست إرهابية مثلها مثل القاعدة وداعش تحدث السفير البريطاني عن زيارة وشيكة للمبعوث الأممي إلى اليمن مواطنه البريطاني مارتين جريفث إلى كل من صنعاء وعدن والمكلة وهو نبأ أكده مصدر في مكتب المبعوث الأممي نفسه لا أفكار جديدة على ما يبدو لسلام وشيك على يد هذا المبعوث لكن السفير أورون توقع أن يسعى جريفث إلى البحث في اتفاق يشبه إلى حد كبير اتفاق الكويت الذي انتهى إلى الفشل بعد رفض الإنقلابيين التوقيع عليه السفير البريطاني الجديد عبر في مقابلة صحفية مع جريدة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر من لندن عن موقف حكومة بلاده المؤيد لمهمة التحالف بقيادة السعودية من حيث كونها مهمة تهدف إلى مساعدة الحكومة الشرعية اليمنية لكنه استدرك بالقول إننا جميعا نريد حلا نحن والتحالف والحكومة اليمنية وأعتقد أن الحوثيين الآن يريدون حلا تمسك بريطانيا بملف اليمن في مجلس الأمن ويزداد دورها تأثيرا على الساحة اليمنية الملتهبة على نحو تفسره التحركات الواسعة لوزير الخارجي البريطاني وزيارته المتكررة إلى مسقط في محاولة للوصول إلى حل سياسي تنشاغل عنه واشنطن بعقد المزيد من صفقات التسلح مع قائدة التحالف ترجمة نانسي قنقر